رواتب المتقاعدين في العراق ازمة جديدة تضاف الى ازمات كورونا وانخفاض اسعار النفط وعودة نشاط تنظيم داعش الارهابي الى البلاد كل ذلك يقع على عاتق حكومة الكاظم التي لم يمضي على تسلمها للحقائب الوزارية اسبوعا اقاف رواتب المتقاعدين في العراق لم يصدر بقرار ولم تتبنى اي جهة ذلك القرار الذي لم يكن قادرا الا على من نذر نفسه خدمة للعراق اتهامات متبادلة حول امر عدم صرف رواتب المتقاعدين فرئيس هيئة التقاعد اكد ان مجلس الوزراء السابق اوقف جميع التمويلات والصرف وتحويل تلك المهمة الى الحكومة الجديدة فيما نفى الاخير ذلك التصريح المجحف بحق تلك الشريحة اللجنة المالية النيابية عزت سبب تأخر صرف رواتب المحالين الجدد على التقاعد مبينة ان هناك اعدادا كبيرة تقدر باكثر من مئتي الف شخص احيلوا على التقاعد في يوم واحد الامر الذي لم يقنع الكثير لكون صندوق التقاعد له شخصية معنوية مستقلة يعمل من يديره على توفير الرواتب للمتقاعدين بعيدا عن الموازنات والتخصيصات المالية من اي جهة كانت تغريدة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جاءت منصفة بحق المتقاعدين في العراق عندما قال ان رواتب المتقاعدين سوف تدفع وان المتقاعدين والفقراء هم اهله وانهم النقطة الاولى في قائمة اهتماماته رافضا بكل قوة السماح بان ينام عراقي ليلة مضاما قبل ان توفي الدولة بالتزاماتها وان الحكومة في خدمتهم وفي كلمة اخيرة له قال ان العراق لا يهمل اصحاب الفضل فيه ممن افنوا اعمارهم في خدمة البلد مثل هذه العبارات هي واجبة على كل حكومة لكن المواطن لم يعتد على سماع مثل هذه الكلمات من قبل في الحكومات السابقة منذ اكثر من سبعة عشر عاما